السلام عليكم يا كرام كيف الحال والاحوال يا رب تكونوا خير بداتا صديقي لا اول مرة حضرتك تشوفني فانا اسمي عبد الروف عماد ودي قناتك عبد الروف تسعة وتمانين على اليوتيوب. نهاردة ان شاء الله رب العالمين معانا اوبشن موجود مع حضرتك في تليفونك اوبشن ده بيمكنك انك تنظم حاجات كثير في حياتك بريحك بطريقة ما بيعمل معاك اه انا بصراحة عن نفس استفدت منه استفادة شخصية كثيرة جدا وهو مريح جدا وبيبعد عني الكسل الى ابعد الحدود. هو بيساعد اك في اشياء كثيرة جدا خلال يومك. بيساعدك في امور كثيرة ويمكن في حاجات انا ما اكتشفتهاش. انا استخدمتوا على قطة الاستخداماتي او احتياجاتي انا الشخصية. ممكن يكون معاك عددك عندك احتياجات تانية او حاجات تانية. هو يقدر يفيدك ده بطريقة ما. الحكاية كلها ان هي مساعد موجود مع حضرتك في التليفون بيقدر يساعدك في كثير من الاشياء بيقدر يساعدك في كثير من الامور. موجود ده اصلا في تليفونات الايفون. اه اللي هي عبارة عن سيري. سيري هي عبارة عن مساعد موجود في التليفون الايفون. موجود بقى في الاندرويد عددتك لو عندك تليفون سمارت ازا ده بتبدأ تفتح التليفون وبضغطة طويلة هنا كده يبدأ يظهر معك المساعدة الشخصي بتاعك. لنا لازم يبقى موجود عندك النت تواصل. فهنفعل النت بطريقة ما ونبدأ نتعامل معه. هنضغط ضغطة طويلة تبدأ تظهر معك. عددتك تقدر تستخدمها في اي سؤال محتاجه. يعني انا هعرض عليك بعض الاستخدامات اللي انا بستخدمها في خلال اليوم مع هذا الابليكيشن. صلاة المغرب امتى النهاردة في القاهرة? هذه بعض نتائج البحث. متى صلاة المغرب? اليوم في القاهرة. يحين الموعد صلاة المغرب في الساعة السادسة ودقيقة مساء. ممكن نزبط منبه على الساعة خمسة. بالتأكيد تم ضبط المنبه الخامسة. ممكن فتح تطبيق يوتيوب. فهي هتكون مفيدة جدا وضقيقة في بعض الامور. وبعض الامور لا. كمان هتكون مفيدة في بعض الابليكيشن اللي موجودة معك على الموبايل. يعني ما استفدت منها كويس جدا في الموضوع ضبط المنبه في فتح بعد التطبيقات مواعيد الصلاة ومواقية الصلاة. طبعا انك لو انت بتغير مكانك باستمرار من مكان لاخر فهي هتفيدك في حاجة زي كده. ارجو اكون افتح حضرتك معلومة صغيرا. لو حضرتك استفادت لايك وشير. احب افكر حضرتك القناة عليها اكثر من 1300 ويديو كلها موجودة عشان تقول لحضرتك معلومة ما. اشوفك على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة